السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الإخوة شرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل لهجات حبيت فقط هو أن ندير إضافة فيما يتعلق بهذا القضية المسمى تنتعي الكوكايين والمتهم الرئيسي فيها هو هذا المدعو كمال البوشي لظروف يعني ما نش مضطر على الجل باش نحكي عليها فضلت هو أنه نتحدث فقط بالصوت حبيت هو أنه ندير إضافة فيما يتعلق بالمداخلة اللي بثيتها البارح وأيضا حملتها على موقع نتاع اليوتيوب بالحساب بتاعي بعد المراجعة بنلي باللي فيه تقطع وتقدر تقول باللي ضعت بعض الكلمات وبالتالي هذه الكلمات كانت كمفتاح يعني ربما حتى باش الإخوة اللي ممش فاهمين الموضوع يعني هكذا أنا لا أتحدث عن الناس اللي رأهم عندهم معلومات ورأ عندهم اتصالات وهذوق الناس يكفي هو أنه بمجرد وأنه تذكر فقط غير إشارة يفهموا السياق تاع الحديث لكن الناس اللي ما عندهمش إلمان بالموضوع وما مش فاهمين القضية ربما منهم اللي يستشكل عليهم الأمر وبالتالي اضطريت على جل باش نزيد ندير هذا الإضافة تحدثت في القضية هذين تعال الكوكايين وعطيت بعض الإشارات ودرت تحليل بناء على المعطيات اللي رأها موجودة لكن ضعت بعض الكلمات هكذا فيما يتعلق لما تحدثنا على وهران وأيضا لما تحدثت على عبدالغاني الهامل وهذه الأشياء لازم لها توضيح هذا الآن رأه تسجيل وإن شاء الله نعود نبثو لكم حتى باش تفهموا الأمور بشكل جيد لما تحدث أنا على والتسجيل هذا يكون على اليوتيوب وفيما بعد نعود نحمله على الفيسبوك موش العكس لما تحدث أنا على وهران لازمكم تعرفوا بللي أي إنسان مهما كان هذا الشخص كان سياسي والله عسكري لما هو يكون رأه يخطط للسلطة للاستيلاع على السلطة والله حتى يعني يكون رأه يدركبه في السلطة لازم تكون هذا النواحي العسكرية تكون خاض عليه يعني إذا كان ذوق مثلا شخص قال مثلا ذوق في وزارة الدفاع فرضا قلوا مثلا جيد صالح الناس اللي يفهمو رأم غير بمجرد الإشارة برك يفهمو كاين بعض الأمور ربما مش الوقت العجل باش الواحد يصرح عليها كاين بعض الناس يحبو ما لازمك تسمي الأمور بالمسمية بمجرد الإشارة سياسي رأه يفهم بين السطور كنتا مثلا واحد كما كما ذوق صالح قلوا مثلا رأه عنده طموح لجلبة شوي يستليع للسلطة مثلا أو حبه ويدير واحد من اللي جمعته لازم هذا القادة أنت عن النواحي العسكرية لازم يكونوا معاه بالتالي ذرك قادر واحد من القادة هذا أنت عن النواحي العسكرية دقوا تلقوا هذا شنتوف هذا اللي ذكره ما ذكره وش غير هكذا أكبر ذرك هذا يعني لما يكون قائد ناحية عسكرية يو هذا رأى موش بيروسي محمد رأى ناحية عسكرية قادرين يكونوا فيها مطارات أسكرية قادرين يكونوا فيها مثلا المرسى هذا المرسى الكبير لما تكون انت رأى عندك مثلا الموانئ هذيك والمطارات كيفاش ورأى ماش تخضع الليك كيفاش راح تدير الحكم انت هما الناس هذول رأى ميخطوا للحكم يا وماش نقصد الناس محمد واسمه قال له بعض الناس يحبوا يهضروا كذلك في أمور تيفها ما عنده ما على بال كيفاش راح تمشي حكيك علي السعيد بوتفليقة لازمك تفرق بين الطموح الشخصي انتع هذا سعيد بوتفليقة والرئاسة لازمك تفرق بيناتهم قال لكم مثلا هذا سعيد بوتفليقة رأى عنده طموح شخصي على جل باش يصير رئيس وعلا لما يكون عندك طموح شخصي باش تصير رئيس تصير رئيس كيفاش راح انتت توصل للحكم والله تستولي الحكم حرك لك هو قول مثلا مثلا هذو اللي رأى في البحرية رأى بواخرة سم محمد ثم بسلاح ورأى بالسواريخ ورأى الدبابات ورأى مطارات السين اللي رأى هو يحاول رأى يفكر هو باش يوصل للسلطة لازم يكون وهذا الناس رأى متحت للخضوع تاو ورأى ما شفت نعطيكم غير كأمثلة شوفوا ما الذي حدث في مصر هل الناس كانوا مع مرسي ورهم ورهم ونفس الشي وش يحدث في تركيا شوفوا لما كانوا الناس كانوا مع أردوغان صح شوفوا وش داروا شوفوا وش داروا رغم أنه كان فيه عمليات اعتمرد كبيرة وشوفوا وش داروا بالتالي أي إنسان هو يسعى للسلطة لازم هذه تكون من المسلمات عنده رهم قادة عن نواحي العسكرية رهم تحت الخضوع تاو ولما لا يكون رهم يشتغل مع بعضهم يعني قال في إطار قال مثلا استيلاء على السلطة ولا انقلاب ولا المحاولة تحت الوصول للسلطة لازم هذو يكون تحت الخضوع خطر علاه كما كنت قل لكم أنا تقدر أنت بفاصيلة وش اسم ملكوموندوس والله وتستولع للرئاسة ولكن يا هل تقدر أنت تستمر فيها لما تكون قيادة أنت عن نواحي العسكرية مش تتخاذ عليك تقدر أنت تبقى أنت محتل الرئاسة قال سامان بالله أني قصفوك الرئاسة لي قلبوها روينا بالتالي ذرك هذ الناس اللي رأى ما يخم للسلطة رأى ما يستهدف ذرك هذا في الرئاسة ويستهدف بسمه لي شخص صعب لذي يتبوت في اللقاء وخلاص قلت لكم بالله رأى هو مريض لو كان ما يخاف فيه ربي رأى هو يسرع فيه ما يسرع بالتالي ذرك هذ الناس يسعى للرئاسة لازم يكون هذا القاد تعالنا وحي العسكرية يكون تحت الخضوع التاهم وكما كنت نقول لكم أنا وهران وهران رأى فيها المرسل الكبير اسم محمد المرسل الكبير رأى ماشي حاجة سهلة بالإضافة إلى أن رأى فيه ثم الجيش وبدون منظل دخل في التفاصيل رأى كين أسلحة تحت بحكم العلاقة الاستراتيجية وبحكم الاستهداف أنت وهران أنت علاقة مباشرة بإسبانيا والمغرب وكذا لذلك ذرك هذين الناس يخطوا للسلطة يحاولوا يستولوا عليها يحاولوا يدير انقلاب يحاولوا يوصلوا واحد لما استهدفوا هذه المنطقة ولما استهدفوا هذه الشخصيات هذا الحبيب شنتوف وهذا عبدالغاني الهامل موش غير هكذاك برك باش تفهموا الامر جيدا ذرك ايضا القاضية واسمه الهامل ذكرت انا في المداخل قلت ان جنرال سابق ربما بعض الاخوة ربما يروح يصرح بعيد كنت نقصد هذا واسمه عبدالغاني الهامل لأنه كان جنرال بالتالي لازمكم تعرفوا بلي هذا الكور هذا الشرطة راه لا يستهن به يعني الانسان هذا مثلا هذا يكون ضدك وره عندهم ايضا تدخل السريع وره ايضا عندهم طائرة تتع الهليكوبتر وره عندهم ايضا دبابات وره عندهم اسلحة مختلفة وره ايضا عندهم مجواسيس وعندهم ناس اللي يخدم معهم بالتالي موش سهل لما يكون ننتظرك هذا جنرال راه يعرف العسكر اسمو حمد راه كان في الجيش راه كان في الدرك وراه يعرف جيدا الامور هذه وبالتالي موش حاجة سهلة لذلك الاخوة والاخوات ما لازم تشوف الامور هكذا قال واشي قال او سائق انت هاملو نعطيكم مغا كمثال حتى باش منزيش ننطر باش البلطاجية هكذا يخدم في هاد الاجهزة وحاش بروحوا باللي يراه يحارب فيهم نعطيكم كمثلة برك هذا التسجيل هذا اللي هم راه منشروه حول هذا رئيس بلدي راس الما هكذا يقول الهوق له وهو اللي واحد من المرشحين تال الاندي هل ترا درك هذا الانسان اللي خمم ويفكر وعند جرد هو انه واحد راه يفسق مع واحد وهكذا وسجلوله وتسجيل ونشره في اليوتيوب كم تشوف ذلك مرة في هذه اللاكوب ديمونت راهم عدو يجيب الحيوانات ورام يقول له هاو شكل كيف اللي راح يتربح حيوانات عدو عدو يستشير هدا عنده رأس هدا هذي المقصود بها هو او يحيا طول نيقوش نيضروات وهذه الملفة الفساد اللي راهم هما ينشروا بها قال ذرك مثلا ركم سمعت كين بعض الناس اللي راهم هما يخدم الاو يحيا وكين منهم اللي راهم يقوم بحرب نفسية وكين الناس اللي راهم يخدم ولكن ما تعرفوش انتم هذ الطرق الشيطانية اللي راهم الاعلام يعرف يكون انسان يعرف التركاج مثلا في المونتاج يكون يعرف يعني مثلا قال الراكور المقاطع هذك اللي راها تنشر وش يحبين الرسالة اللي يحبين يوصلوها الى غير ذلك تحليل راهم لازم تكون اقل شي يعني قارير لا ميتودولوجي ما تقدرش انت تكون هكذا قال راهم وكلام والله واحد هذو وعن بالك انتغار هكذا كراها الاسئلة اسئلة برك لما يطرح لك سؤال او على بال وش را يدير بالتالي هذو الناس اللي يطرقوا في هذو الامور موش من هبا والدبا درك هذا المسألة تسجيل هذي اللي راه اثاروه وربما تسجيلات اخرى يقصدوا بها شخصيات معينة ربما يضربوه هو هذا رئيس البلدية يضربوه هو يقصفوه ولكن ما عنده احتمانة رئيس البلدية يدخلو للحبس حتى يعدموه هم بعد لكن هما يقصدوا يضربو الفوك ويخيا حب تترشع للرئاسة راه عندك طموح هو عندك ملف تابتزاز يخرجوه واي واحد يتقدم هو للرئاسة راه ما عنده ملفات عليه كما كنتم قلكم انا في تسجيلات سابقة الناس يومو يدرك لازمكم تفهمو انا راني ندافع لأويحيا انا راني نحكيلك في هاد الامور فما بعد انت لا يسهل عليك قاضية الاستيعاب ولا لا يسهل عليك انا راني نفاهمك في هاد القاضية كيفاش وما يخدمو وشي قصدو وكذا 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 هما ذوق قال مره من المرات هذا قال راه مثلا كان يخدمها معاهم وكان ينشط معاهم وقال لكم مثلا راه مشا في طريق واحد اخر والله عندهم عليهم قلت لكم انا هما يحبوا يخدموا بالناس اللي عندهم عليهم ملفات يتلاحولوا البنو يتلاحولوا المرتو يتلاحولوا الاختو الجدا العمتو البنت خالتو كذا يجب دولو كل شي وراكم تشوفوا اللي جماعة هذول اللي رحم دولك رحم عندهم هما الملفات يخرجوا فيهم عملية ابتزاز خرجوا له الملف قال اسمو محمد انت راه عندك حب انت تترشح خرجوا لهم حاجة فلاش قال ادخل الصف يا او يحيا بعد ما انت راه عندك كان طموح قال ادخل في الصف قال انا راني ابايع السيد كذا عبدالغاني الهام لما ضربوه على جلبه قال قد من استقال تاك لما هو يدر استقال فيما بعد قال عين فلان فيما كان هذا يجب يكون 100% واحد اللي راه مشاكين فيه اللي راه موشي 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 معاهم قال يلا برا وضرك كما كنت نقول لكم انا بلي هذا قائد الناحية هذا راه من الموالين لبوتفليقة وهذا عبدالغاني الهام اللي راكم سمعت في وقت سابق و راه ما زلت الي الي راه مك الناس اللي راه محب ان يرشح ه بالتالي قال حل عينيك بل كت دور ايضا بالنسبة لتبون راكم سمعت و داروا له صفحات في الفيسبوك بالتالي هذا الامور الاخوة والاخوات حبيت علاجة باش ننظيفها حتى باش تتوضح لكم الامور جيدا هذا الموضوع هو موش موضوع انت قال مثلا مخدرات قال مجموعة راه تجرب المخدرات و تقصد ضرعهم نا عنده خلفية اخرى فيه جهاز عن مخابرات راه دخل في هذا القضية وربما اجهزة اخرى مش بالضرورة تكون في الجزائر ويكون هناك ربما تعاون ربما يكون ناس رهم يخدم معهم عمالة هما يستغل ناس هكذا كين بعض الناس اللي ربما يستغل لهم هكذا نتيجا السذاج والغابة كين الناس اللي يستغل لهم هما عن الفقر واحد قال مثلا انسان فقير بابه زوال بابه مش خدام بابه هكذا يستغل يدخل في هذه القضية ولكن في المقابل كين الناس يستغل لهم على جلب شو ما يوظف هم ودير لهم ملفات والدليل في ذلك هذا الشخص هذا لما راح هما يحق معه لما دخل للدار تعو راح ملقو هما قال فيديو وات قال صور هذا موش حبيب شنطوف قال دير لهم يلف عليه لكي يستعمل ضد بابه فهمت القضية وراها لكي يدفعوه قال سيمو حمد ممكن بلق في العشية يدير الله ديميسيون تعو قال سيد الرئيس وانا كذا وانا كذا يدير في العشية يدير الله ديميسيون تعو بعد قال ودي رياح رياح في بلاستيك رياح ولكن هما هذا الناس هذو اللي راهم ضركه ورا الملف هذا الكوكايين هذا راهم ممش ناس سهلين راهم يعني الناس لحقوا واحد الدرجة من الشيطان ورا عندهم الوسائل عندهم الإعلام وعندهم الأموال وعندهم الطرق وانت التظليل وانت كذا مش أي إنسان اللي راه ضركه هو ممش يعني قاري ولا مش فاهم ولا معندوش تجربة ولا يجي قرأ قلت هلكم مئات وعشرة المرات الناس اللي راهم كانوا يعرضوا في النظام كانوا يعرضوا في بتفليقة لما كان بصحته ليش هو بالكروسة بتفليقة انتهى والناس اللي كانوا يعرضوا في النظام كانوا يعرضوا فيه لما كان توفيق موش الآن راه يسعى من خلال هذو الناس اللي راهم كانوا يخطموا معاه والله اللي راهم يشتغلوا والله راهوا يسعى لاجل باش يعود ولو يلقوا واحد حتى اذا كان ما مقدرش هو يوصل يعود يرجع للمنصب انتاعه والله للنفوذ انتاعه ولو يلقوا واحد قال مرشح اللي هو يلبي لهم الرغابات انتاعهم او على الاقل ما يتبعهمش قال غدوة قال يفضحهم في وسائل الاعلام او قل ربما يقدمهم للمحكمة او كذا او كذا على الاقل قال راهم مضمونين مش غير هكذا كبرك التبعوا راهم كايني الناس راهم يخدموا قلت لكم القاضية عندها علاقة بالانتخابات الرئاسية وهما ذوك كان حاكمهم ذرك هذا رمضان ذوك خلاص كاراني قلت لكم في واحد تعليق هكذا كما يقولوا سنان شربوا الماء هام ذوك شربوا الماء الناس حتى ولو كان راهم يأكل في رمضان ولكن مع ذلك قال يتخبى قال الناس راهم صايمة وكذا 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 قال على الاقل خلي ترى يفوت رمضان اذا ما عندهم هذا الناحية ولو انه راهم مجرمين لانه هذا المجرم هذا يعني ما يخافش ربي وهذا الناس اللي راهم دوركم معولين على جلباش هما يستعملوا هذه القناطير المقنطرة هذه من الكوكايين هذا راهم يحوسوا يدمروا شعب ولكن تلموا هذه الناس راهم لحقوا الدرجة من الشيطانة اوما يستهدفوا هذا الناس من اجل اغراض معينة قال هذا يستهدفوه لانه راه هذا الهامل مش في شخصه وانما في المنصب اللي راه فيه والنفوذ اللي راه منه راه لما يستهدفوه كما ذو مثلا هذا الزطشي هذا ما يستهدفوه شوه في شخصه راهم يحوسوا على وراء زطشي هذيك المليارات اللي راه تدخلوا هذك اللعب اللي شرعوه ودهوه وكذا وكذا وشما يروحوا يدوروك هكذاك بالقشور هاو الزطشي وهو قال وهو قال وهو قال ماجر وهو قال شما اراد تخطط ما وراء ذلك واشي يحوس لك هو على هذك الشخص هذك لذلك لازم الانسان كما قلت لكم يخدم الانسان عقله خدم مخهك فكر قبل من ته تروح تسند واحد والله تمشي معاه والله كذا راه من الناس يعطيهم ملفات قال يلا كل ذا كله يلا يروح كذا عظه هذك يعظه مرتزق انسان مرتزق يعطي له كذا مبلغ من المال والله قال يلا كل فلان وخلي من الناس هذك اللي راه عندهم حسابات على جلبه يغطي على واحد قال شاف واحد هذا ذكر واحد ولا جبد واحد قال هذا خطير يلا نعطيه نقصفه نحشه خلاص لماذا على جلبه يضربه في المصداقين تاعه باش هو غدوة لما يشبد ميلوف والله قالوا دي هذاك ما تهدرش علي هذه الكلمة باختصار حول هذه الإضافة إن أصبتوا فمن الله وإن أخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا